ولك الله الله تعرف شنو الله زيان شو تقول للأله زيان الله نجبر رباعي وتقشمره باسم الدين باقون الحرامية هذا الهتاف من أجمل وأرقى وأجرأ الهتافات التي نطقت بها حناجر الشباب ضد هذه الطبقة التي عاثت وسرقت كل شيء حتى حقوق الله في مجتمع عندما يتم التعدي على حقوق الناس وعلى أملاكهم وعلى أرزاقهم وعلى مواردهم وعلى حقوق الله ماذا يتبقى من الأمر كيف تصان وكيف تبنى دولة لا نقول دولة عادلة لأن ما فيها من العدل شيئا لما تبقون لما تبقون حقوق الله العظيم الكبير الذي أهلك كل طغاة الأرض وأنتم تتحايلون على حقوق الله وعلى حقوق الناس وباسم الدين وباسم العقيدة وباسم الأذب حتى تنتفعوا يا لقدارة هذه الطبقة ويا لنذالتها عندما توكل إليها المهمة حتى تدير المال العام والأوقاف والأوقاف وحجج الناس التي تبغي مرضات الله وهي التي تقوم بالسرقة لمن أشتكي حالي ولمن أتظلم هذا الخطاب ينقله كثيرون وعندما يصل الأفساد في المؤسسات الدينية إلى هذا الحد والدولة تعترف والقضايا تعترف والأحكام تصادر تعترف وقضايا في النزاهة ومع هذا ما زال هناك من يصر على هذا وأنا اللي كاتني كل هذا كاتني كل هذا كل هذا على صفح يشد غراضة وياخد جوازة ويروح للحج يقابل الله أنا بس هاي ما افتهمه أنا هاي القصة فعلا 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 أحسد واحد بايق الله وبايق عباده ومحكوم ويصحون عليه حرامي ورايح يم رب العالمين لابس له وزره ومقابله ايه شنو هالنذاله شنو هالنذاله يعني تدري أنا والله العظيم أحسد هاي الناس زيان شو تقول له لأله زيان الله نجبر رباعي وتقشمره أنا رئيس حزب وتضحك علي أنا فقير وانت عدك سلطة وتحكمني بالسلطة ولك الله تعرف شنو الله أنتوا سامحين شنو الله يعني تعرف شنو فديوم من الأيام قارب القرآن سامح عدالة رب العالمين بايق الله وبايق عباده ومقابله وانه بطيارات تود الولد على حساب الدولة أو حجز لسادة المسؤولين باسم الدولة هو هذا هذا العدل هذا الإنصاف